انت وانت صغير او انت مثلا لسه مروحش النادي الاهلي انت كنت بتحب النادي الاهلي ولا جدا طالب طول عمرك اهلاوي اه وانا عندي 5-6 سنين لما تفرقت على كرة عجبني جدا النادي الاهلي وبدأت اين كان عجبك؟ الحاجات اللي شدت انتباهك هو طبعا كانت الخطيب الحرفانة بتاعته والكرة كانت حلوة الكرة كانت حلوة يعني فريق النادي الاهلي ده تلاقي الاستاذ متأفل الكرة حلوة قوي يعني تحس ان كرة ممتعة وهو خلاب يعني في الاخر هو انتماء حب يعني كان عندك الزمالك كان عندك الاسماعيلي بس انا في الاخر حبيت النادي الاهلي طيب لو اصحابك اللي هم الاربعتاشر دول لو واحد فيهم قال لك ما تيجي نروح النادي الزمالك او الترسانة واحد تتروح من حبك للكرة مش عارف باحتمال يعني انا لاني كان عندي صحابي اكبر مني انا عندي مصطفى حسن ما شاء الله مدير كبير دلوقت في براند كبير اكبر مني بسنتين وكان لعيب قوي كان لعيب حريف ما لعيبش كور كان بيلعب في الشارع ولعيب كويس قوي كمان اه وكان عندي محمد لعيب كويس وعندي سيد ده من الفرقة بتاعتك ده من اللعيب قوي بتاعتنا بتاع الشارع اه خمس ست سنين لغاية حداشر سنة لما رحت النادي الاهلي الخمس ست سنين دول تعلق بالنادي الاهلي وبفريق النادي الاهلي اه كبير جدا طيب وانت في السن ده كان سنك تقريبا اه اه 14 سنة كان جسمك قليد برضو يا وليد اه جدا اه ما كانش فيه بالنسبة للجسمك كان فيه حاجة يعني من الحاجات اللي هي بتعوقك في اي حاجة اه لا انا بصراحة التمرينات في النادي الاهلي كانت قوية جدا جدا فاكرة كابتن المدرج لو تفتكر تطلع عليه المدرج المدرجة ايوة كان اسمنت اه بتطلع على الدرجات بتاعته برافو عليك دي كانت القوة ساعتها كانت القوة على طول في الملعب وفي المدرجات يعني كان ظروف خدمتك انك بدأت من صغرك في النادي الاهلي وتعودت على الكمية التدريبات اللي هي تقاهي لك طبع انما تجبر وإلا ما كنتش كمان تقدر تستحمل انك تروح مثلا بطولة زي كاسا العالم وانت اصغر لعيب ما كنتش تقدر تستحمل ان انت تلعب 14 و16 و18 وحضرتك عارف في الناشئين الشهر بيفرق ده اليوم برافو عليه يعني لما لعب بيبقى اكبر من لعب عشان كده قصة اللعبة المسننة او اللعبة المزاورة بيبقى واضح قوي بيبقى واضح جدا وحد عنده شنب تلعب واحد اكبر من ابوك عنده 12 سنة